أبعدت الظروف عم جلول عن بيته وعائلته لنحو ثلاثين سنة قضى فيها حياته وحيدا طيلة هذه السنين فترة بدأت بلحظة خاطفة يوم قرر عم جمال مغادرة الصطيف عام أربع وثمانين وتسعمائة وألف متجها إلى أقصى الجنوب أدرار للعلم نحن في ولاية أدرار لا نعرف شيء اسمه دار العجزة نحن نعرف التكافل والتضامن وبفضل هذا الشاب وفريقه الشاب علالي استطعنا الحمد لله أن نجد لهذا الشيخ طاعن في السن وهو عم جلول الذي عاش بيننا ما يقارب 32 سنة من عرق جابينه ما عرفناه إلا الحمد لله مجتهدا بالشارطة ثلاثة عقود وعم جمال في أدرار لا يعلم شيئا عن أهله تماما كحال عائلته في الصيف إلى أن تخدم به السن وأصيب بواحكة صحية أدخلته أحدى المستشفيات في أدرار لتبدأ معها قصة لقائه ذوي قرباه نشكر الناس أدرار عن الوقفة هذه وبفضلهم هم الحقنا العمي جلول وبعد غيبة طويلة إن شاء الله أنا القيناه وراه حي يرزق وبربي إن شاء الله يروه معنا أتو الخاوتو أخواتاتو فاميلتو قديما قيل إن من يعيش ثمانين حولا لأبلك يسأمي لكن قد رعم جمال وهو في الثمانين من عمره فرح وسرور فوق ثرى أدرار بلقاء أسرته بعد فراق دام ثلاثين سنة